هذه هي الوصفة اللي لازم كامل تحتفظو بها تجربوها وتدرو بها حالة كسر مقرمشة محشية بوحط لفاصلي معمرة بالنسبة و رح تكون برعاية فارينة توسميد رطب تعماما رح ناخد زجع بار من الفارينة مع عبار تعسميد يكون رطب اكيد مغير فهة صغيرة خميرة ووحدة سكر ووحدة خميرة الحلوة ووحدة تعال ملح نخلط النواشف ونبسس بنصف عبار تعزيد زيتون نلم ونعجن غير شوية بالماء والقوام اللي لازم نتحصلوا عليه هو هذا نحطها في شكارة ونخليها ترتاح الوقت اللي نوجد الحشو تزير رح نكرمر بصرة كبيرة تكون مقطعها نزيد عليها ربع صدر تار الجاج يكون مقطع في الصغير نتبل غير بالملح والكوري بزاف تار الكوري ستقوني بنينا بزاف 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 كيتاب الجاج نحط شوية تار الكريمة والمعدنس ونخليها تدفى ولا تبرد نقسم العجينة على زوج نحل الرقيق وهنا طليت الفرماج وحطيت لافخص اقفلت بالعجينة الزوجة نسود الأطراف وبالغطاء رح نقسمها بشجيني شابة مباشرة تروح للطاجين اللي يكون سخون النار متوسطى نقلبها وهي في هذه اللوحة ونبقى نحرك نحمرها من زوج الجوانب وهذه لكم نتيجتها كسرت تقول عليها قاطو ولافخص متخشخة وتقترب بالبنة مع كستاجو ولا تحبو قازوز قولوا لي إلى وصفة أخرى إن شاء الله سلام اشتركوا في القناة